اشتركوا في القناة ان في مشاعر طبيعية احنا نرفضها ونستنكرها ونستغربها مثل شنو ستقول يعني في فترة كوفيد من 2020 الى اليوم مرت علينا حالات اباءهم توفوا من كوفيد 19 او امهاتهم او اخوانهم فمن ضمن هذه الحالات يعني مرت علي واحد يوميين العيادة ابوه متوفي قبل 4-5 شهور تقريبا يعني هو ما زال فترة حزن ابوه وبعدين ها كوفيد يعني موت مفاجئ مو مريض ما في بوادر انه راح يموت او خلاص مريض طريح الفرح لا لا انسان رجل طبيعي يروح يرجع وقد يكون موظف مو متقاعد يعني صاحي ما فيه اي شيء ما فيه للعافية فجأة كوفيد 19 مات فمن الطبيعي انك تحزن خاصة اذا كنت قريب جدا من هذا الاب ايوني يعني ايوني هو مستنكر حالة الاكتئاب اللي عنده ومستنكر حالة الحزن اللي عنده ليش تستنكرها يعني هذا الطبيعي لما واحد ابوه يموت موت مفاجئ ايزا هذا طبيعي انه يكتئب ويحزن ليش ترفض الحزن انت بمثل هذه الاشياء ما عندك احساس مو واحد انا ما اتكلم عن واحد ترى انا اتكلم عن اربع خمس اشخاص واجهتهم بهذه الطريقة اينات وذكور مستنكرين انهما ما زالوا مكتئبين صار لابوي متوفي ستة شهر ايه ماشي ستة شهر يعني شنو ترى في ناس ابوهاتهم ستة سنين يموتون فلا نستنكر مثل هذه المشاعر الطبيعية شعور طبيعي مثل الخوف من سيارة مسرعة يتناحيتي انا ليش خفت شو بخاف طبيعي اني اخاف سيارة مسرعة وانا يعني نصب الشارع ونصي على الرصيف واخايف ايه طبعا بخاف لش استنكر مثل هالمشاعر واحد ولده حاشتها اصابك كسر انكسرت ريلا بحادث ولا اي ان كان صار عنده مشكلة صحية وهو قاعد يعني يدارون ولده ويعالجونه وهو ما ينام عدل يفكر وايد يقلق زالت شام صار له ولدك الحمري صار له وعلا اسبوعين يا زين اكيد لا تنام عدل انت لان عندك احساس انك انت لا تنام عدل قاعد تفكر تحاطي ولدك هذا حتى تتوفك فاللي لاحظه ان في استنكار للمشاعر الطبيعية رفض رفض لمثل هذه المشاعر يبحث عن علاج لمثل هذه المشاعر يا جماعة ترى المشاعر المحزنة والمؤلمة ايه شي ضروري بالحياة اليومية تسوي لنا مناعة نفسية من الاشياء المستقبلية المؤلمة اللي راح تكون جدام فلما يصاب احد ابنائك بمرض لسمح الله لما تفقد شخص عزيز لما تخسر ماديا لما يصير لك حادث طبيعي انه بعدها يتبعها مشاعر مزعجة مشاعر سلبية حزينة هذا الطبيعي اصلا غير الطبيعي انه انت تحس انك عادي ماكو حساس ماكو شي هشي سيء انت ما عندك حساس معناته فيرجى الانتباه يا جماعة في عندنا انواع من النمو الانساني في عندنا نمو عقلي ونمو جسدي ونمو اجتماعي ونمو انفعالي النمو الجسدي يعني واحد عمره ثلاثين جسمه جسم ثلاثين واحد عمره ثلاثين اقل عقل ثلاثين علاقاتها الاجتماعية علاقات واحد عمره ثلاثين بس انفعالات مو انفعالات واحد عمره ثلاثين هذا اللي مو منتبهين عليه كثير من الناس تيرى واجههم اقول لأنت انفعالاتك واقفة لعمر معين يمكن عمر ثمانتعش يمكن عمر ستتعش ما ادري بس انفعالاتك مو انفعالات واحد عمره ثلاثين مو راكز هذه الركيزة مالة الانسان ابو ثلاثين سنة وانتي كذلك انفعالاتك مو انفعالات واحدة عمرها ثلاثين او خمسة وعشرين فعالات اصغر من شدي ليش لانه تم منع لسبب او لاخر هذا الشخص منع نفسه من التعرض الى مواقف تؤدي الى مثل هذه المشاعر علشان يصير عنده مناعة ويتخطى مثل هالاشياء البسيطة اللي الضايقة مراهق ممكن يضايق اذا احد اطنز عليه على لبسه مثلا ايه مراهق يضايق طبيعي ان يضايق فترة المراهقة بس ما ييني واحد عمره ثلاثين يزعل ويضايق لانه شوية قهوة انكبت على ملابسه ويحزن لا هذا مشاعر مراهقة لازم ما يكون عندك هوس بالمظهر اتجاه هذه الاشياء يرجى الانتباح رح نكمل بعد الفاصل على بعض المشاعر وننتبه على تنمية المشاعر في حياتنا وفي حياة ابنائنا وفي حياتنا احنا الشخصية كذلك خلكم معنا للأسف بعض الريائيل وبنات انا لما اتكلم عن بعض المواقف اتكلم عن ذكور واناث ما احدد جنس معين ريال طور بعرض عمرك بالثلاثينات منتصف الثلاثينات او اخر الثلاثينات اول الاربعينات مهموس بالمظهر الخارجي ويعني يكاد يكون هو الهاجس الاساسي رقم واحد اهتمامك في حياتك لا اهنا اللي نعرفه بالمراهقة الشباب والبنات يهتمون بالمظهر الخارجي يتلاقي الشباب نصبيان يبون يقصون قصات معينة ويحط الجل ويحط الواكس ويروح الحلاق ويقعد ساعب الحلاق ويضبط ويهندس اللحية بالمراهقة مو غلط ان الواحد لما يكبر يهتم بمظهر الخارجي ما نتكلم ان هذا لازم يكون هتمل لا لا سعني ما يكون هو الهاجس رقم واحد هذه مشاعر طفولية مشاعر مراهقة المئة هذه المشاعر معاه مشاعر لما مديرك او مسؤولك يقول لك يرفض منك طلب معين تبي طلب اعمال ممتازة ترقية بالاختيار ما اعطاك اياها تزعل تزعل زعل ويطول معاك هذا الزعل ترى ما يسوأ يعني تستنكر ما تستنكر الزعل اتجاه عدم ترقيتك وتستنكر الزعل اتجاه فقدان ابوك بينما هذا الزعل اتجاه فقدان ابوك هذا شعور طبيعي اصلا هذا يحسسك انك انسان اللي يحس بها يعني لما يكون واحد فاقد ابوه بشكل مفاجئ بعد اشهر بعد ستة اشهر بعد سنة حتى وما زال حزين على فقدان هذا الاب شوية يعني تنازل يكون الحزن هذا يعني هذا طبيعي الانسانية هذا الايجابي اصلا هذا تستنكره تقعد على جنب تمسع دموعك عشان لا يطنن زون عليك افهمها لكن مديرك يعني ما عطاك ترقية بالاختيار خعب ان شاء الله عسى ما عطاك يعني مو نهاية الدنيا فيرجى الانتباع على مثل هذه المشاعر اختي ما يصير يعني يكون في يكون في شيء معين افهم ان الاناث او المرأة وايد مهم عندها الشكل الخارجي وانا اتفق معاتش في هذا الشيء بس ما يكون حوس عندي ويسبب لي حالة اكتئاب شديد مو اكتئاب عادي حالة اكتئاب شديد لان فيني شيء غلط بشكلي او في جسمي وهو مو غلط وهو مو غلط لكن شيء يعني مو عاجبني يلا خنقل مو عاجب احبه ما ادري شنو يعني اي شيء اشياء بسيطة اشياء قابلة للتكيف والتعامل معها حتى اشياء ما تحتاج الى علاج اصلا ما تحتاج الى تدخل علاجي الاشياء ميكوب مدري شنو ولبس السوال وخلاص تروح هذه المشكلة وقد تكون ان هذه من سمات الحسن عند المرأة الاشياء اللي هي مضايقة منها ممكن تكون مضايقة من شيء بويهها ولا عيونها ولا حواجبها ولا تكون طرت حسن ممكن مثل ما يقولون فيرجى الانتباه ما لداعي نضخم الامور لازم نشوف هل انا يعني نسأل انفسنا لما نتعرض حق شدي مواقف نوقف نهدأ ونفكر هل ردت فعلي وانفعالي وغضبي وخوفي وتوتري يتناسب مع الموقف طيب اذا يتناسب مع الموقف هل يتناسب مع عمري الزمني عمري الزمني 40 سنة هل حزني هذا وزعلي وغضبي وخوفي يتناسب مع واحد عمري 40 سنة شديد صرف اللي عمري 40 سنة اذا شفت انه لا اصغر من عمرك اذا انت عندك مشكلة في نمو في نموك الانفعالي اللي تكلمنا عنه قبل شوي لما نشوف شخص في شي عندنا اسم العمر الزمني والعمر العقلي في ناس عندهم عاقة ذهنية يكون عمري الزمني مثلا 20 سنة عمري العقلي 10 سنوات هذا عنده نقص في النمو العقلي كذلك النمو الجسدي لم يكون واحد عمري 20 لكن جسمه او حجم حجم واحد عمري مثلا 6-7 سنوات هذا عنده قصور في النمو الجسدي لكن ما ننتبه على النمو الانفعالي كثير ناس ما ينتبهون على النمو الانفعالي يكون عندك قصور في نموك الانفعالي ما طورت مثل هذه المشاعر يتم تطوير هذه المشاعر عن طريق مواجهة المواقف التعرض للمواقف اللي تزعلنا التعرض للمواقف اللي تخيفنا يرجى الانتباه ما نحمي عيالنا بشكل مطلق ان ما نبي يحس بالخوف او يحس بالتوتر او يحس بالغضب خلى يحس علشان باتشر يكون متطور عاطفيا و انفعاليا يعطيكم العافية اشتركوا في القناة